اختلالات حضرية وعمرانية تعاني منها المدن الجزائرية بناية تفتقر لشروط الحياة الكريمة ولا تتنسب مع النمط المعيشية الجزائرية العمران العشوائي الذي تعاني منه الجزائر استنفر الحكومة الأمر الذي جعل وزير السكن عبدالوحي الطمار من إعطاء تعليمات على ضرورة احترام ومعرفة قوانين البناء وكذا احترام المعايير في مختلف البنايات حتى الفردية منها لأننا حتى ولو المواطن يبني منزل تاعه فردي لكن لازم له يحترم القوانين البناء لقدر الله ويكون فيه كارتة ونحن متعرضين لكوارث الطبيعية وخاصة القوارث الخاصة بزيزال لازم احترام المعايير بالنسبة للبنايات الفردية ونحن تكون على عاتق المهندسين المعمريين والمهندسين المدنيين في إطار هذا التشاور الميلة فرح في التحذير بس كل بناية تبنى لازم تكون فيها احترام المعايير وزير السكن عبدالوحيد طمار خلال إشرافه على عملية إطلاق خدمة المراقبة عبر الأنترنت بالهيئة الوطنية للراقبة التقنية للبناء شدد على ضرورة العمل المباشر مع هذه الهيئة لما لها من دور كبير في ضبط المقاييس المتعلقة بأخطار البناء نقول لكم مبروك عليكم على هذا الإنجاز الجديد وخاصة أنه يدخل فيه ورقة طريق لتعمل على تخفيف المعاناة للمواطن يوميا كنا في وكالة عدل بالنسبة للتعامل بالنسبة للوكالة الام بي اليوم رأنا في سي تي سي غدوة كونه في سي هنال والباقية لكل المتعمين وكل تحت الوصاية إن شاء الله يكون كنيري برا معايا هنا والسي جي ياس وما نتكلمش على كلهم يدخلوا في العملية تحديث هذه العملية تبسيط الأمور على المواطن وحتى تشوف الحالة النفسية لما اليوم مش فيناش الأوراق ارتحينا من الأوراق وتعامل بسيط منه تعاملته مع الغواط إن شاء الله تعامله مع طام الراصة اللي كان بكريجي بالليبابي ويطلع لما ما يتفهمش مع الوكالة في الوطنية يطلع حتى للسنترال إجراءات وتدبير كثيرة تسعى من خلالها الوطنية وزارة على رقمنة القطاع وتحسينه للقضاء على البيروقراطية وكذا من أجل تسهيل الخدمة على المواطنين